مشكلة مد خطوط التوتر العالي في عين سعادي مجددا إلى الواجهة فما جديد الملف وكيف سيتحرك الأهالي ها هو ملف التوتر العالي في المنصورية عين سعادي على نار حامية بعد قرار لم ينشر بعد صدر على المجلس الوزراء في 28 شباط الماضي تمكنت الانتفي من الحصول على نسخة منه صورت عبر الهاتف ويقضي القرار الذي تفاجأ به الأهالي بالتأكيد على ما ورد في تقرير اللجنة المكلفة مواكبة تنفيذ الأشغال المتبقية لوصلة الـ 220 كيلو فولت في منطقة المنصورية والطلب إلى الوزراء المعنيين متابعة التنفيذ وإيداع مجلس الوزراء تقريرا عن النتائج خلال مهلات شهر هلأ هني أرروا اللي يبدون بالنتيجة بس هون في شي مهم بالداء انه الخطوط التوتر العالي 220 كيلو فولت ولا ممكن تمرق بالمناطق المأهولة نلبعه وراء كله عنا على المنطق على المناطق المسيحية بس لو في شي مكتب لحزب الله بديشوف إذا بيسترجوا مرقوا التوتر العالي من الجنوب للضحية الجنوبية كل التوتر العالي تحت الأرض هلأ باليارزي عم يركبوا تحت الأرض قرار مجلس الوزراء لحظة بشكل ملتبس مهلة شهر في إطار عملية شراء الوحدات السكنية ضمن منطقة التوتر لش عم فينا نعرف شو هو فحوى التقرير طبعا اللجنة ما فينا نعرف شي انتو عم تقولوا لنا شهر وغيركم بيقول شهر بس شهر من أمتين شهر من وين ما قالوا حق يستملكوا أي أرض مجبورين يرجع مجلس النواب حيش يحكوا ويهبطوا حيطان على عينها يروحوا حيش يحكوا لشهر ولسنة ولسنتان ما في شي حيمروا قرار مجلس الوزراء أغفل الاشتماع الإيجابي بين الأهالي واللجنة الوزرية في 18 أيار 2012 والذي شهد تفاهما من قبل الحضور للمطالب بعدما عرض الأهالي دراسات جديدة أبرزها قرار مجلس أوروبا رقم 1215 الذي تحدث عن الآثار المضرة للحقول الكهرومغناطسية لا بدني يعملوا مبدأ ويقية وبدني يزوروا معايير خصوصا هو وزير المزور جبران بسيل منتظرين لحد يبيع بيته ولا حدا ناوي يفكر فيلم من هالمنطقة نحن عدت صميتنا بالطلاب وأهالي واخواري وره بيت موضوع ما يسمى بوصلة المنصورية يعود مجددا وبقوة إلى الواجهة فكيف ستكون النتائج علما أن الأهالي والمجتمع المدني يتحدثون عن معركة مفتوحة بينهم وبين وزير الطاقة والحكومة مجتمعة من المنصورية نخلع ضيمة ام تي في